لكن زي ما تعودنا هناك كلام كثير بعض متلسانه هي دي الكورة ولكن هي دي الكورة انك تسيطر انك تضغط انك يكون كل ارقام التحليل الفني اللي صالحك انك تستحوز بالقدر الكافي جدا وفي الاخر تخسر هي دي الكورة ولكن ولكن ايه ولكن انا قلتلك ارجع للكلمة اللي انا ابتديت بيها ان الكورة نلعب بيها كثيرا ونتلعب بنا احيانا نذهب الى كأس العالم للاندية في اسوأ الظروف وقلتلك يا رب تكون دا 2006 واحنا نقصين نوصل تالت العالم ولد انت كنت يهاب الخطيف قال طبعا المهندس عدد مش هيخرج من القوضة لما خرج لك مش مش هيروح المهندس لما خرج يعلق لي برضا فانا كنت شايف ان الظروفنا صعبة جدا 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 فتشقمنا لعبنا مع الهلال يا خابر الهلال مدجج بالنجوم وعمل استعدادات دا احنا هنتلقى هزيمة ثقيلة فيأتي التقلق من الثانية الاولى في المباراة وتقدم واحدة من افضل مباريات البطولة وافضل مباراتك انت في كأس العالم طيب ماتش سان داونز اللي شاهدين بعض اللقطات السابقة انا بقولك اهو فترجع مونتاشي تروح عامل ماتش في الدوري ولا اروع مش عايز اجدب عليك انا خفت من حجم التوقعات والاشادة مش هنلعب كل ماتش كده اه او النتيجة مش هتطوعنا كده كل ماتش لما جي ماتش سان داونز قلت هنكسب بس بصعوبة ما احنا عمرنا مغسرنا من سان داونز في ملعب لكن نرجع تاني للتاريخ والصوابق والمرات الاولى ماتش بكل الارقام بكل الظروف بظروف الملعب بكل حاجة مكانش التوفيق يومك بما فيه التحكيم اللي هو ردوان جيد يعني انت اما ما يقولوا ردوان جيد دا اصلا جيد دا اصلا جيد يعني انت تتطمن الراجل حي يدي لكل واحد حقه اي اخطاء صارخة وييجي ما تتشافش عشان حظينا اتنين طرد في المباراة واحد في الشرط الاولاني المدافع والحارس المرمى اللي خرج لعب الكرة بايد وارتدت علينا الحارس المرمى دي لازم لازم ردوان جيد يعتذر لنفسه بجد تسيبكم واقعه انه ما فيش فار وما فيش قطة لكن الراجل برا الملعب الراجل برا الملعب الله يعني انت محتاجي تاني عشان تشوفها دي في الاعادة مش عايزة بار العادة العادية اللي زمان فين اللي زمان فين صحيح انت هنعد يعني خرج لك حارس المرمى برا الـ 18 بنضيع من 10 الـ 11 فرصة عشان نتلقى كرة من فرصة غريبة ايه عشوائية كرة عشوائية دابل كيك توصل للفيروديس نيدا كده يشوت وروح في المقاص يعني الحقيقة الحقيقة يعني ان المباراة بكل ظروفها حنواجه بقى انتقادات حنقول التشكيل وحنقول الطريقة كعادة ان النتيجة لما تحكم النقل لكن مفيش منطق يقول ان المباراة دي يخسرها النادي لآن ودي يمكن الشيء الوحيد اللي نطمني ليست هزيمة مستوى أستاذ إبراهيم ولكن هزيمة ظروف بتضعك في الموقف الصعب اه بتضعك في الموقف الصعب جدا عندك تسع تسع بنتف في أرضك هتاخدهم المفروض لازم تاخدهم اه مطشن المريخ صعب تكسب مطشئ يعني صعب لكن المصاب يقول انه ممكن بس يعني التوفيق يبقى متوازن شوية واحنا كمان الفرص اللي بتجينا يبقى نحرص عليها باللعب الجماعي أكتر من أي حاجة يعني اللي شاف النزميله في موقف أفضل يديله مش عايزين كل لعب لحساباته الخاصة وده اللي أنا كنت بقوله انه مش عايزين يعني وسائل التواصل الاجتماعي من نقد أو مديح تؤثر على قرارات اللعب في الملعب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر